ياسر قبل أن نتطرق إلى تفاصيل آخر أو الجلسة الأخيرة ربما للجنة الحوار الوطني هل بدأت الوقفة الاحتجاجية للحزب الدستوري الحر؟ نعم كوثر من المتوقع أن تنطلق الوقفة الاحتجاجية للحزب الدستوري الحر بمشاركة كوادره وقياداته ومناصريه أمام مقر الحكومة بالقصبة وسط العاصمة التونسية بعد قليل إذن هي لم تبدأ حتى هذه اللحظة وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على الاستفتاء الشعبي على الدستور والمقرر تنظيمه في الخامس والعشرين من يوليو المقبل وكذلك رفضا لمخرجات الحوار الوطني الذي يدور في دار الضيافة بكرتاج واليوم مرتقب كذلك جولة رابعة من هذا الحوار هذه الجولة الرابعة تعتبر الأخيرة بما أن المدة المحددة لإنهاء عمل هذه اللجنة قاربت أو شرفت على الانتهاء بطبيعة الحال يوم الاثنين المقبل هو آخر موعد لهذا الحوار الوطني أو لإنهائه ووضع التصورات والأفكار والمقترحات بشكل نصوص قانونية من قبل الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة الاستشارية طبعا وهذه المقترحات والأفكار سيتم رفعها لمؤسسة الرئاسة التونسية وتحديدا للرئيس قيس سعيد بعد ذلك بعشرة أيام بالأحرى سيتم إصدارها في شكل مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية التونسية طبعا الاستعدادات على قدم وساق لإجراء الاستفتاء الشعبي في أواخر يوليو المقبل على التعديلات الدستورية هذا الحوار الوطني ومنذ قليل كوثر حسب ما أفادت مصادر مطلعة لنا في دار الضيافة بقرطاج فإن الوافدين أو المشاركين بدأوا بالحضور لمكان ومقر عقاد اجتماع اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل البحث في التعديلات الأخيرة والنهائية ربما بالنصوص القانونية التي سيتم وضعها في مسودة الدستور الجديد بعد قليل ستنطلق الجلسة هل يتم الكشف عن محتوى المواد التي يتم العمل عليها وبالتالي تعديلها؟ هناك مضمون في الدستور عن الأوضاع الاقتصادية الأوضاع البيئية التنموية وبطبيعة الحال أيضا سيتم التطرق إلى شكل النظام السياسي التونسي وإن ذكرت بعض التسريبات بأن مسودة الدستور الجديد قد تتجه فعلا نحو بناء نظام رئاسي يرتكز على مؤسسة الرئاسة بالأساس ومنح الرئيس صلاحيات أكبر وأوسع لما كانت عليه الأمور بالشكل الحالي دعينا نقول أو خلال السنوات القليلة الماضية وطبعا هناك عدد من الخبراء والمختصين يتحدثون بأن الدستور عام 2014 كان دستورا معقدا أثار المشاكل وتباين الأراء والتداخلات في أعمال السلطة التنفيذية مؤسسة الرئاسة من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى وأيضا ما كان يجري ويدور في البرلمان التونسي من صراعات وجدالات أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وأيضا أثرت على نظرة المواطن التونسي من الفائدة من هذا البرلمان الذي يعتبره الكثير من التونسيين بأنه كان يعني عبءا عليهم لم يطلع إلى مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية ولم يعمل على حلها بل كان حلبة للصراع السياسي والتجاذبات السياسية وهذا ما سيدفع ربما المتحاورون الآن إلى تغيير شكل النظام السياسي في مسودة الدستور الجديد إضافة للتطرق لجوانب اقتصادية واجتماعية وتنموية وكان طبعا ممثلين عن الحكومة التونسية قد التقوا بالحاضرين بجلسات الحوار الوطني خلال يوم الأحد الماضي على المستوى الشعبي ياسر هل لمست اهتماما من قبل المواطن التونسي بعمل هذه اللجنة؟ بالضبط الشارع التونسي والرأي العام يتابعان عن كثب ما يجري من حوارات علها تعمل على إخراج البلاد من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة وكذلك الأوضاع الصحية فضلا عن أن تخرج البلاد من دوامة التجاذبات السياسية التي بدأت وازدادت حدتها بعد ثورة اليسامين في عام 2011 هناك نظرة تفاؤل وأيضا عين أخرى تنظر بترقب لما يجري من حوارات ومناقشات وتصورات وأفقار يطرحها المشاركون في الحوار الوطني التونسي لتعديلات دستورية وطبعا تشمل كما أسلفت عدة جوانب كوثر منذ قليل مصادر مطلعة أفدتنا بأن هذه الجلسة على الأغلب قد تكون الأخيرة وإن لم تكن الأخيرة فربما ستقع جلسات أخرى قبيل يوم الاثنين المقبل يعني هم الآن المشاركون يسابقون الزمن في صياغة مسودة دستور جديد للبلاد كل ذلك يجري ويدور برئاسة رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية العميد الصادق بالعيد الذي يضع الرئيس التونسي قيس سعيد في آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمجريات الحوار الوطني في الزمن